قصص الكفاح جميلة لكن قصتك ربما تكون الأفضل قاتل من أجل حلمك مهما كان صعبا فما قيمته إن كان سهلا يسيرا لا تترك صور النجاح تخرج من رأسك لكن اعمل حتى تراها أمامك فلا تجعل الماضي يعيقك بل استمد منه الدرس لتصل إلى ما تتمنى نفتش في الأحداث ونبحث في الكواليس نصل إلى ما لا يصل إليه غيرنا شعارنا لا تضع قدمك في منطقة إلا وأنت تعلم قدرتك على تحقيق الهدف فبدون التقدم بثبات لن تجني أثمار إطلالة جديدة من صفحة الكربية وأهم ما نوفيكم به من أخبار كما عودناكم أن نأتي بما هو جديد عدد غدا إن شاء الله من صفحة الكربية يتضمن على العديد والعديد من الأخبار المهمة والتي تعمل على مساعدة المستثمرين خاصة مستثمرين البورصة في المساهمة في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية ومساعدتهم على اتخاذ القرار الرشيد ماذا تتضمن صفحة الكربية؟ شخصية العدد مع الأستاذ ماجد أنيسة العضو المنتدب لشركة سيتي كابيتال لتداول الأوراق المالية يمكن الراجل بيتكلم في العديد من الأمور الهامة والنقاط الهامة فيما يتعلق بالاقتصاد يركز على جوانب باعتبار أن هذه الجوانب بالنسبة له والملفات مهمة للغاية لابد التطرق إليها يمكن بيركز بشكل أساسي على جزئية تمكين القطاع الخاص وتمكين القطاع الخاص لا يتحقق إلا من خلال اكتتابات البورصة أيها نعم وفقا لرؤيته أن أي نوعيزين صحب الفعل تمكين في القطاع الخاص الطرحات هي أقصر الطرق في عملية التمكين بالنسبة للقطاع الخاص والاكتتابات من خلال البورصة وهي ما تسعى إليه الدولة خلال الفترة القادمة يتطرق أيضا فيما يتعلق بالاقتصاد إلى جزئية الركود التضخمي يمكن هو يتكلم على عملية الركود أنه لا الموجود حاليا ليس ركود بالمعنى المخيف هو ركود مؤقت بمعنى إيه مؤقت؟ بمعنى أن لدي أو لدى المستهلك المال ولكن واخد قرار من نوع من أنواع التريس في الشراء الغاية لما يعرف الأمور هتستمر فيهن أو نوع من الترشيد بشكل معقد أيضا يتحدث عن دور الخاص بالطرحات وأهمية الطرحات خلال الفترة القادمة يمكن إحنا كما ذكرنا أنه يقول لو عايزين يتمكنه القطاع الخاص كما يقول الرجل فالقطاع الخاص أساسا يقوم على الطرحات والاكتبات والعديد من الطرحات البرنامج والطرحات الحكومية لو عايزين بالفعل نحقق أو نعمل على تنفيذ برنامج والطرحات سواء الطرحات الحكومية أو الطرحات الخاصة وده يمكن كما ذكرنا خاص بنوع من أنواع اتجاه الدولة خلال الفترة القادمة العمل على تمكين القطاع الخاص دور الدولة في أن هي تجهز البرصة تعمل على تخفيف الإجراءات القيد والعديد من حزمة المحفزات زي ما احنا عارفين المطلوبة لعملية تنشيط البرصة يتحدث الرجل أيضا على الاستراتيجية التي تتبناها الشركة ويتبناها مع مجلس الإدارة والرؤية المستقبلية القادمة إن شاء الله فيما يتعلق بالشركة وإزاي أن الشركة إن شاء الله تكون قادرة على أنها تكون كيان كبير له دور كبير في سوق الأوراق المالية وفي صناعة السمسرة وبيستهدف في حال تحسن السوق والنوع من أنواع النشاط في البرصة المصرية الرجل بيستهدف أنه يفتتح فروع أنه عنده سياسة توسعية في المحافظات أنه هيكون كيان عملاق يشمل جميع الأنشطة اكتتابات وترويج ومناء حفظ وده مستهدف خلال الثلاث سنوات القادمة هذا فيما يتعلق بشخصية العدد اللي طبعا كما ذكرنا كان وضع رؤية كبيرة اللي هو الأستاذ ماجد أنييس العدو المنتدب لشركة سيدي كابتل لتداول الأوراق المالية ماذا لدينا من أخبار؟ يمكن الأخبار النهاردة هنكون شوية أكتر تتعلق بالجانب التدريبي سواء في البورصة أو الهيئة أو في سوق المالي يمكن بسبب أن الفترة اللي بدأت فيها الرقابة المالية أو البورصة تعمل على رفع كفاءة العاملين سواء في سوق المال أو في البرصة أو الإدارات نفسها سواء البورصة أو الرقابة المالية وهذا بهدف العمل على الارتقاء ورفع كفاءة ومهارة العاملين في مجال أسواق المال بما يصب في مصلحة أسواق المال يمكن البورصة بتسعى خلال الفترة القادمة عندها 12 برنامج للعمل على تدريب العاملين والموظفين في البورصة في خمس قطاعات لكن الخمس قطاعات هي بالقطاعات الممسة والإفصاحة والرقابة على التداول أو التكنولوجيا أو غيرها من القطاعات الأخرى بهدف ربط هذه القطاعات بمنظومة واحدة في البورصة المصرية وبالتالي ينعكس إيجابيا على حركة السوق وينعكس إيجابيا على دور كل إدارة في تقديم أفضل ما لديها في البورصة والسوق المال بشكل عام الرقابة المالية يمكن الرقابة المالية مركزة الفترة الماضية على عملية التدريب في كافة المجالات لعاملين في قطاع السوق المال يمكن من ضمن الحاجات اللي مهتمية بها عملية الأطر التشريعية الخاصة بالقيد ودي يمكن برنامج اشتغلت عليه الفترة الماضية الرقابة المالية بشكل أفضل اللي عمل على تطوير كما ذكرنا سوق المال والقطاع سوق المال بشكل عام والقطاع المالي غير المصرفي بشكل كبير أو بشكل أشمل ويمكن شغالها هي الفترة الماضية على جزئية البرامج التدريبية سواء خاصة في عملية كمان التحكيم الاختياري في تسويات المنازعات ويمكن ده المركز لقى الفترة الماضية دور كبير جدا بشكل أكبر واهتمام من جانب المستثمرين والجانب العاملين في سوق المال واتخذوا دورات والهدف كما ذكرنا من الرقابة المالية تأهيل سوق المال والعملين في سوق المال بشكل أفضل يمكن عندنا برضو من أخبار خاصة يمكن شركة قبضة الاستثمارات المالية يمكن كانت اشتغلت الفترة الماضية بقيادة الأستاذ علي الغنام رئيس مجلس إدارة الشركة على سياسة توسعية ونجحت بصراحة في خلال الفترة الماضية أنها تضع أو تؤكد وتعذد ريادتها بين الكبار في البورصة وقطاع السمصرة من خلال الترتيبها الشهري في البورصة يمكن نظرة أو نتيجة لهذه السياسة التي تتبناها الشركة وتتبناها قيادة الشركة عندهم مستهدفات التوسع جغرافيا في العديد من مناطق القاهرة الكبرى والمحافظات يمكن شغال الفترة القادمة أيضا أنهم عندهم فرحة إسكندرية خلال الفترة يتم افتتاحه أيضا فروع أخرى تتوالى نتيجة للسياسة التوسعية ونتيجة كذلك لاستقرار الوضع الاقتصادي وتحسن وتعافي البورصة هذا من أخبار فيما يتعلق من أسطول لدينا أيضا أخبار أخرى تتعلق بماذا؟ بالجمعية المصرية لمسؤول الالتزام يمكن الجماعة المصرية لمسؤول الالتزام هي وليئة موجودة فكرة منذ فترة لكن هي مولودة من خلال أشهر واستطاعت أن هي أيضا تحقل دور كبير في سوق المال تشارك فيها المؤتمرات العالمية بتحس بشكل عام على دور الحفاظ على شركات القطاع المالي غير المصرفي قطاع العاملة كل القطاعات هي بتحس على تعلم العاملين في هذا القطاع وفي هذا المجال بتعلمهم إزاي أن هما يخفضوا المخاطر عندهم أن هما يطلعوا إزاي ده ده عمليات نصب ودي عمليات احتيال وبالتالي كانت حريصة أن هي تشارك في كل المؤتمرات وده يمكن جهد مشكور للأستاذ مصطفى عيسى رئيس مجلس إدارة الجمعية مع فريق العمل الخاص به مجلس الإدارة هذا فيما يتعلق من أخبار أعتقد أن عندنا رؤية الإسبوع النهاردة والوضع والتوقعات وفقا للأستاذ هالة مسعود أعتقد أن التوقعات خلال الإسبوع القدم أن مؤشر البورصة سيواصل عملية الصعود نظرا لحالة النشاط الكبير الذي شهدته وشهدته الأسهمة الأسهم على مدار التعاملات الماضية وده يمكن نتيجة نوع من أنواع دخول المؤسسات المالية وده طبعا بسبب نشاط ودخول المؤسسات المالية المصرية في عملية الشراء المكسف على الأسهم القيادية ده وانعكس إيجابيا على تعاملات البورصة سواء يتعلق فيه التداول أو يتعلق في الارتفاعات والنشاط التي شهدتها الأسهم بشكل كبير وده انعكس إيجابيا على حركة الأسهم وحركة المؤشرات سواء المؤشرات الرئيسية أو المؤشرات الفرعية ويبقى نشوفنا لأول مرة منذ فترة كبيرة أن المؤشر بدأ يلامس الـ 14 ألف نقطة ويمكن ده كان ضربا من الخيال أن نشوف هذه اللقطات لما يحققه المؤشر هي تتوقع استكمال عمليات الصعود استكمال النشاط نتيجة كما ذكرنا للدخول الشديد لجانب المؤسسات المالية المصرية والشراء بأي حال من الأحوال نتيجة لذلك يمكن هي تتوقع أن تتوقع أن هي هيكون المؤشر هيستهدف 14 ألف نقطة خلال الأسبوع اللي احنا فيه ده ما يمنعش رغم الاستهداف ما يمنعش أن احنا سنشاهد عمليات جانية أرباح سريع وده أمر مطلوبة يتتوقع أيضا أن هيكون عندنا المستوى 13 ألف 840 نقطة ده هيكون مؤشر أو مستوى مقاومة لكن أيضا سيكون فيه نقاط دعم عند مستوى 13 ألف 450 نقطة ده فيما يتعلق برؤية السوق لم يتبقى أمامنا سوى خارج المقصورة يمكن خارج المقصورة احنا كنا بنتكلم لم نبعد كثيرا عن سوق المال وشوين سوق المال يمكن بنتكلم على حالة الارتفاعات وحالة الزقططة زي ما بقول اللي شاهدها سوق المال خلال الأسبوع الماضي نتيجة لارتفاع قيم التدولات في بعض الجلسات اللي وصلت 3 مليارات جنيه نتيجة لنوع من النشاط اللي احنا مشوفناه قبل كده يمكن ده سبب حالة من حالات الفرح لدى المستثمرين ودى العاملين السوق عايز أقول لكم ان احنا اللي فرحانين بال3 مليار احنا كنا مستهدفين في 2010 ان احنا نصل ل10 مليار جنيه كتدولات قيم التدولات يومية لكن حدث ما حدث حدثت الأزمة المالية ثم حدثت ثورة ثناير 2011 فنعكس ده كله على الأسهم فعايز أقول ان احنا عشان نوصل لهذه الأرقام عايزين هنشتغل كتير ولازم نحنا في منتجات فيه محفزات عشان نوصل لمثل هذه الأرقام اعتقد ان بمقال خارج المقصورة مزاقطتين ان احنا نكون قد وصلنا الى نهاية حلقتنا اليوم على امل اللقاء ان شاء الله في الاسبوع القادم ان نأتي لكم كما ذكرنا مرارا وتكرارا باخبار جديدة اخبار تساهم وتساعد المستثمر على اتخاذه القرار السليم والرشيد نأتي بحقيبة من الأخبار ان شاء الله تكون تفيد المستثمرين اعتقد الى هنا ان احنا وصلنا الى نهاية حلقتنا على امل لقاء متجدد في الاسبوع القادم ان شاء الله اهطبتم وطابت اوقاتكم وفي امان الله